كقائمة في حب مصر بصراحة ان احنا المستهدفين لما دعت للمتمر الصحفي مقالتش حاجة عننا في حب مصر لكن انا لما بلغت بهذا الكلام من الاسد الزملاء والمساعدين واللجنة والموظفين اللي عندنا في القائمة انا على طول قلت احنا المستهدفين كانت بينا يعني في هذا التوقيت وفي هذا اليوم اخر يوم في الانتخابات وبالتالي كان واضح ان احنا هتطلع حاجة علينا لكن كنتش متصور تطلع بالطريقة دي اتهمتوا انه من النواب اللي فازوا في القائمة انه عندكوا ناس عليهم احكام حبس وقضايا حاجات واحكام وضمتوا ناس عليها شبهات طب ما يحد يورينا يعني يحد يورينا الكلام ده يحد يروح يجيب حكم ولا يعرضوا علينا ولا يعلنوا ولا ينزلوا في الاعلام كلام كله مرسل يعني ما فيش حد معه مستندات يتكلم ويقول اه اهو لكن الحقيقة ما فيش واحد في الستين في المئة وعشرين او المئة وعشرين صدر ضده حكم عليه ممكن عنده مصنع الموظف عنده ترفد فعايز يرجع فرفع عليه قضية ده كل يوم بيحصل كده لكن انا بتكلم حاجة في زم مدية في قتل في فساد تزوير مثلا حاجة المخلب الشرف بالضبط كده استرق على اراضي كلام ده كله يشوفوا بقى كان في حاجة زي كده انما قضايا امان كل يوم بترفع قضايا على ناس يعني بالنسبة حاجات لا بكلم على قضايا الموشين انهم بكلم عليهم بقى لا دي بقى نعزين نشوفها كان حد معه وراء وراء فحد ما فيش حد على الاطلاق لا 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 على حد علمي ان احنا اخترنا الناس بشكل جيد للغاية انه ما فيش حد يسري عليه حاجة منقول بصراحة فضل انتخابات خلصت تمام والقايمة خلاص والمئة وعشرين خلاص جملته في القوايم بصراحة جملنا جملته يعني جبنا حد نتيجة مجاملات اه خلص اقول لحضرتك يعني انا خلينا اقول لك ايه ان كان فيه ضغوط راهيبة ما فيش حد ما كلمنيش بامانة في الشهور اللي فاتت دي ما فيش حد كبير ولا صغير واسماء ما كلمنيش احد ايه مسؤولين ولا احسن لا من كبار القوم يعني كبار القوم اه يكلموا حضرتك اه يعني لو تتكرم لو فيه مكان لفلان خليه قدوا معاكم مثلا يعني ده حصل لكن بامانة شديدة لم نخضع لأي ضغوط على الاطلاق كل اللي اتاخد اتاخد برغبتنا احنا وبعد فحص شديد جدا وبعد استدلالات كبيرة وصل الامر الى النزول الى الشارع لمعرفة ردود فعل الشارع المصري ورأي العام على هذه الشخصيات اه وبالتالي عشان كده بقولك احد اسباب نجاحنا الرئيسية يعني انا النهاردة هحدك هم يسألني من الاعلاميين سبب نجاحكو ايه في الاربع قوائم حسن الاختيار دي نبرة واحد بامانة شديدة الاختيار الدقيق اللي هو اساس القائمة قائمة كلها بنية اسماء اه بنية اسماء باختيار دقيق باختيار نقضى نقول ما يخرج شد مايا بالبلد يعني على اساس ان تتكسد ثقة من رأي العام وتتكسد ايضا ثقة الاحزاب اللي هي انضمت الينا بعد كده فحاجة بتقول لي انه كان الاختيار بنسبة لكه دقيق ولم تجمله اي واحد في ال120